موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء يعطيكم ألف عافية اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ بالقاعدة السادسة القاعدة السادسة من قواعد التكامل بتشبه نوعا ما القاعدة الثانية والثالثة والرابعة والخمسة بس بالذات القاعدة الثانية لكن إحنا كنا في القاعدة الثانية نكامل X لحال هالمرة بدنا نكامل قوس خطي قوس خطي قبل ما نبدأ فيها طبعا اسم القاعدة القوس الخطي المرفوع للأس بدنا نميز أنا وأنتو القوس الخطي عن القوس اللي مش خطي اطلعوا لي على هذا القوس حاطط فيه أنا خمسة X زائد سبعة هل هذا القوس خطي ولا لا؟ ادخلوا جوه القوس واتطلوا على الـ X هل عليها X؟ لا يبقى هذا شو منسميه قوس خطي ما احنا منعرف من أول أنه كيف العبارة الخطية منميزها من خلال أنه X X 1 أو ملهاش X لكن زي هذا القوس خمسة X تربيع زائد سبعة هذا القوس ليس قوسا خطيا ليس قوسا خطيا ليش ليس قوسا خطيا؟ لأنه X اللي جوه القوس عليها X هذا مو خطي أو لو كان هيك 2 ناقص X تكعيب أيضا ليس خطيا ليش؟ لأنه X عليها X إذن احنا كيف بدنا نميز القوس الخطي عن غيره؟ القوس الخطي يا جماعة الخير X ما بيكون عليها X أما إذا X كان عليها X هذا منسمي قوس إيش؟ ليس خطي ميزنا القوس الخطي عن القوس اللي مش خطيه الآن تعالوا نشوف كيف كنا نكامل أنا وإنتو X اللي عليها X اللي هي القاعدة التانية وكيف بدنا نكامل القوس الخطي اللي عليها X مثلا هون بدنا حط 5X زائد 11 وبرضو نفس القوس 3 حتى نميز بناتهم بالله الكل يفتحني معي آخذ لون أزرع هون كنا نزيد للقوس 1 ونقسم على القوس الجديد طبعا زائد C ليه؟ لأنه غير محدود نفس القصة اللي عملناها هون وزدنا للقوس 1 وقسمنا عليه برضو هون هذا القوس كله بده اعتبره زي X وشو أعمل في قوسه؟ أزيده 1 وقسم عليه يبقى هال 5X زائد 11 بدي أزيد للقوس 1 يصير 4 وأقسم عليه لحظة شوي زدنا للقوس 1 قسمنا على القوس الجديد زدنا للقوس 1 قسمنا على القوس الجديد شو الإضافة اللي بتجيني في الأقواس الخطية؟ إنه تحت في المقام بدي أكتب معامل X وأضربه في القوس الجديد يعني زدنا للقوس 1 قسمنا عليه أوكي إيش الإضافة؟ إنه معامل X بحطه في المقام ولي فيش بناتهم إشي شو بناتهم؟ ضرب يبقى 5X زائد هالواحد ولها الـ 11 أس 4 على 20 زائد الس هاد هو الإشي الجديد بعد من زيد للقوس 1 ونقسم عليه تحت في المقام شو بدنا نحط معامل X تحت في المقام بدنا نحط معامل X طيب مش شرط الأس يكون موجب مش إحنا القاعدة الثانية أخدنا ممكن الأس يكون عدد صحيح موجب عدد صحيح سالب أو أس كسري ممكن إنه يكون الحالة الشاذة اللي هي سالب واحد نفس هدولة الثلاث حالات زائد الحالة الشاذة بدنا ناخدهم في القوس الخطي يعني في طرده إنه هذا الكلام خليني أخذ محاي ما كان الأس هون عبارة عن عدد صحيح موجب افطرده إنه كان عدد صحيح سالب بدل ما هو موجب ثلاث خلينا أحط هون سالب ثلاث وأحط هون سالب ثلاث ونشوف شو اللي هيسير نرجع للألم الأزرق تبعنا بدي أزيد للأس واحد وأقسم على الأس الجديد طبعا زائد س بعدل هلا الحال ما عليكم إني أنزل الأكس هلا حنزلها برضو هون بدي أزيد للأس واحد وأقسم على الأس الجديد سالب ثلاث على سالب ثلاث طبعا زائد السي ما ننساش الزائد السي طول ما هو التكامل غير محدود زائد سي شو اللي جديد عندي هون شو معامل أكس خمسة بحطها في المقام واللي فيش بناتهم مش بناتهم ضرب وها زائد سي وهي السالب عشرة مش إحنا كنا يا جماعة الخير بعد التكامل إذا الأس طلع سالب أنزله لتحت سالب ثلاث وأنزل هذه الأكس اللي وسها سالب ثلاث لتحت حتى تصير موجب والمعامل برجع واحد وهون نفس الإشي بعد التكامل إذا الأس السالب بنزله لتحت خمسة أكس زائد 11 لكل أس اتنين لحظوا الأس السالب مع التنزيل صار موجب وبرجع المعامل واحد هي هي شو اللي جديد؟ إني حطيت تحت في المقام معامل أكس طيب افطردوا يا جماعة الخير إنه طلع عندي الأس له موجب وله سالب الحالة الثالثة يعني إنه الأس كسري هذا الأس بدنا نحطه كسري بدنا نحط أس كسري أرجع للألم الأحمر مثلاً مثلاً بدنا نحط ثلاث على سبعة بدنا نحط ثلاث على سبعة نفس اللي اشتغلته هون بده اشتغله هون اللهم شو الإشي الجديد إنه تحت بدنا نحط معامل أكس مش كنا نثبت المقام ونجمع له بسطه ونقسم على الأس الجديد طبعاً زائد س هلا بقلب وبحوله لجذر ما عليكم بس برضو هون بدي أثبت المقام شوفوا إيش الإشي الجديد وجمع له بسطه وقسم على الأس الجديد لكن شو حيجيني هون حيجيني معامل أكس اللي هو مين خمسة طيب بقلب بدل ما هي عشرة على سبعة بتصير سبعة على عشرة بحول الأس الكسري لجذر ليه حطنا فوق قال والله لأنه موجب وبرضو هون نفس الإشي بدي أقلب بدل ما هي عشرة على سبعة بدها تصير سبعة على عشرة وبما إنه الأس موجب يبقى بدي أخلي الجذر فوق الداخل على الخارج ما ننساش زائد سي بس معامل أكس اللي هو خمسة رجعه وعشرة بخمسة خليني إيش نمحيها عشرة بخمسة شو راح تصير عندي راح تصير عندي خمسين إيش الجديد ما هو نفس تكامل للقاعدة التانية أكس اللي مرفوع على أس سواء كان موجب أو سارب أو كان كسر برضو هون بدنا نعمل نفس الإشي اللهم تحت شو بدنا نحط معامل أكس معامل أكس أيضا الحالة الشاذة الحالة الشاذة تبعت القاعدة التانية اللي بتقول لما يكون الأكس أسهى إيش سالب واحد برضو نفس الإشي قلنا ناخد الألم الأحمر ونقول سالب واحد ونقول سالب واحد لكن بعد ما نكامل هون في حالة الخطي تحت شو بدنا نحط معامل أكس لن القيمة المطلقة لأكس زائد سي لن القيمة المطلقة لخمسة أكس زائد 11 زائد سي وشو الجديد تحت شو بدنا نحط معامل أكس شو معامل أكس اللي هو خمسة إذا النفس تكامل القاعدة التانية أخو بنمو وابو اللهم في القوس الخطي شو بدنا نحط تحت بدنا نحط معامل أكس تعالوا تناخد أمثلة على الإشي اللي حكيناها الأمثلة اللي قبل شوي اكتبوها عندكم رجعوا الفيديو اكتبوها عندكم القاعدة بتقول القوس الخطي لأن القوس غور غير الخطي هذا حنستخدم له إشي اسمه التكامل بالطويض لقدام شوي منحكي عنه بس القوس الخطي اللي مرفوع لأس طلعوا يعبر عن العبارة الخطية بخلينا نحكي الشكل الآتي AX زائد B بس الأكس تبعتها ما عليها أس شو التكامل بتقول بقول القاعدة بزيد لها الأن واحد بزيد للأس واحد وبقسم على الأس الجديد تحت شو حطينا انتبهوا A شو تمثل A يا جماعة الخير معامل X معامل X تعالوا تنحل بدنا حل أنا أول سؤال انتو حلولي التاني والثالث بدنا حل أول سؤال المعامل ما دخلني فيه شو دخلكم انتو في المعامل 18 بزيد للأس واحد قوس خطي اللي هو اسمه 2X نقص 4 بزيد للأس واحد الأس اللي هو 2 بزيد للأس واحد 3 وبقسم على الأس الجديد بس ايش تعالوا هذا قوس خطي شو تحت بحط بحط معامل X شو معامل X اللي هو 2 واللي فيش بناتهم إش بناتهم ضرب طب يا جماعة مش تنين ضرب 3 ستة في قسمة بين 18 والستة 18 تقسيم هالستة هاي 18 تقسيم ستة فيها 3 هيني اختصرت هلأ بعد التكامل إذا كان الأس موجب بكتبه جنبها إذا سالب بنزله تحتها وإذا كسر بحوله لجذر شو الأس موجب يبقى هذا القوس يا جمعة الخير اللي هو 2X نقص 4 بنحطه جنبه العدد مش تحته ليه؟ لأنه بعد التكامل الأس موجب واقفوا لي الفيديو حلوا لي السؤال الثاني والثالث بس الثاني والثالث وارجعوا تأكدوا من حالكم إن شاء الله بطلع صح وبعدين بكمل أنا وموتو قوس خطي مرفوع لأس المعامل هيك هيك ما دخلني فيه؟ بزيد للأس واحد بيصير أربعة وبقسم على الأس الجديد بس هذا خطي شو بيجيني للخطي؟ معامل X شو معامل X؟ سالب واحد سالب واحد فيه أربعة سالب أربعة 16 تقسيم سالب أربعة فيها سالب أربعة بعد التكامل الأس موجب يبقى منه كتبه فوق واحد ناقص X الكل قوة أربعة وما ننساش زائد C هلا يا جماعة طالب بخطر عباله إنه طب وزا ما اختصرناهم؟ لا غلط إذا فيه اختصار يجب الاختصار طب إذا أصلا ما اختصره مثلا فوق 16 تحت سالب خمسة بلاش أحسن أسهل لي اللي فوق بيضل فوق واللي تحت بيضل تحت ال16 بتضل فوق والسالب خمسة بتضل تحت يلا نزيد للأس واحد ونقسم عليه ثلاث قوس أربعة ناقص خمسة X الكل قوة سبعة على سبعة إيش اللي جديد؟ معامل X معامل X مش خمسة معامل X سالب خمسة السالب هاي للخمسة مش للأربعة إذن لما أضرب بضرب في سالب خمسة زائد C طب هايهم فوق تلاته تحت سالب خمسة وتلاتين بلاش بالنقص اللي فوق بيضل فوق واللي تحت بيضل تحت تلات على سالب خمسة وتلاتين شو أعمل لها؟ لا تختصر بس هذا الأس موجب ولا سالب؟ موجب يبقى القوس فوق أربعة ناقص خمسة X الكل قوة سبعة وما ننساش الزائد C تعالوا شوفوا الأمثلة في الصفحة اللي وراها صفحة 13 بدها تجهيز يا جماعة الخير هذا المثال بده تجهيز لك استحل وبما أنه فوقها عدد يبقى بدي أرفع إذن أول إشي بدي أجهز بعدين بدي أكامل أثناء عملية التجهيز تبقى إشارة التكامل ويبقى دي الأكس تلاتين برفع القوس ومع الرفع بتتغير إشارة الأس شو رح تصير إشارة الأس عندي؟ أثنين أكس عفوا زائد أربعة مش زائد خمسة وين الأندر؟ أيوة أثنين أكس زائد خمسة لما أرفع القوس لفوق تتغير إشارة شو بيصير؟ بيصير سالب أربعة أنا لساتني بجهز هلأ بدي أكامل بزيد للأس واحد وبقسم على الأس الجديد تلاتين اثنين أكس زائد خمسة أس زدولي واحد بتصير سالب ثلاث بقسم على الأس الجديد اللي هو سالب ثلاث طب اسمه خطي والخط شو حكينا؟ بدي أضرب في معامل أكس تحت اثنين بدي أحط اثنين بضرب في معامل أكس اثنين في سالب ثلاث سالب ستة طيب تلاتين تقسيم سالب ستة فيها سالب خمسة طيب بعد التكامل هذا الأس يا جمعة الخير سالب ولا موجب؟ هذا سالب معقول أحط القوس جنب العدد؟ لأ من نزله لتحت على تينين أكس زائد خمسة طبعا مع التنزيل شو الأس السالب بيصير موجب؟ ما ننساش زائد السي هذا بده تجهيز بدي إياكم توقفوا الفيديو تحلوا بعدين ترجعوا تتأكدوا من حالكم أنا بدي أكمل بس خليني أمحي هاد عشان إيش؟ بدي ألاقي ثراغ أحل السؤال طيب بدنا نجهز أثناء عملية التجهيز تبقى إشارة التكامل ويبقى دي الأكس الـ 18 معامل ما إلي علاقة فيه لما أرفع القوس لاحظوا القوس يا جماعة الخير وهو تحت شو كان أسه؟ كان أسه سالب تنين مع الرفع صار موجب تنين يلا نكامل؟ يلا نكامل بزيد للأس واحد وبقسم على الأس الجديد أربع زائد ثلاثة إكس يلا زيده للأس واحد بصير ثلاث وبقسم على الأس الجديد ثلاث وين الجديد عندي؟ معامل إكس بدنا نحطه تحت طب معامل إكس كم يا ناس؟ معامل إكس ثلاث وثلاثة في ثلاثة تسعة 18 تقسيم تسعة فيها اثنين الآن بعد التكامل هذا الأس موجب ولا سالب؟ قال والله موجب يبقى هذا بنحط جنب العدد إيش معنى في المثال اللي قبله؟ حطناه تحت رجعنا هذا القسم مسكناه وحطناه تحت قال والله لأنه الأس سالب طب تعطي نشوف هذا السؤال طالما في عدد فوق وفي إكس تحت بدها ترتفع بدها ترتفع يعني بدنا نجاهز هذه حالة مقامات ما بقدر أكامل بده جاهز أثناء عملية التجهيز تبقى إشارة التكامل ويبقى دي الإكس الآن ارفعوا لي التلات إكس زائد واحد مش اللي ملوش قس كله قس واحد هو مش محطوط قوس بس أنا مش معقول إني أرفع الإكس لحال وأخلي الواحد يستنى يعني لو مسألة زي هيك الثمانية على ثلاث إكس فيش هون لا جمع ولا طرح آه هون لما بدي أجهز بس برفع الإكس لا تؤثر المعاملات دي الإكس هون آه ما في لا جمع ولا طرح يعني مش مقدار لكن هون مقدار لما يكون في جمع و طرح ما بصير أرفع الإكس لحال وخلي الواحد لا كلها برفعها مع بعض ولما أرفع بغير إشارة القس طب هون فيش عليها قس يبقى على اعتبار أنه اللي ملوش قس قس واحد مع الرفع بيصير سالب واحد يبقى هادي إيش الحالة الشاذة هادي اللي لما أكامل لن هايتكاملها تسعة عشان السالب واحد لن القيمة المطلقة لها الثلاثة إكس زائد واحد طب شو الجديد الجديد إنه خطي بما إنه خطي تحت شو بدنا نحط معامل إكس اللي هو كم ثلاث اختصروا لي تسعة تقسيم ثلاث فيها ثلاث ثلاث لن مطلق الثلاثة إكس زائد واحد زائد السي طيب عندي سؤالين وبعدها بدنا نبدأ في الملاحظة السؤال الأول أنا بحله السؤال الثاني أنتو بتحلوا بدنا نجهز بدنا جاهز فوقهم أثناء عملية التجهيز تبقى إشارة التكامل ويبقى دي الأكس عندي عشرين عندي عشرين عندي قوس خمسة زائد تنين إكس بس شو يا جمعة الخير القس الداخل على الخارج تنين على ثلاث بس لحظة شوي ما أنا رافعه من تحت مش لما نرفعه من تحت بده يجيني إشارة سالب يعني هاي ضرب لي منها فكرة المقامات ومنها فكرة الجذور ضارب لي عصفورين بحجر حلو حلو جاهزنا إحنا لما جاهزنا صار خمسة زائد تنين إكس الكل قوة سالب تنين على ثلاث يلا نكامل يلا نكامل المعامل ما إلي دعوة فيه خمسة زائد تنين إكس بثبت المقام ثلاث وبجمع له بسطه ثلاث زائد سالب تنين واحد الكل على واحد على ثلاث وين الجديد؟ وين؟ خطي معامل إكس شو معامل إكس؟ اتنين ويسابي هاي الزائد سي العشرين فوق آمنا بالله الاتنين تحت آمنا بالله الواحد على ثلاث بدها تنقلب بتصير الثلاث فوق والواحد تحت طبعا اللي فيش بناتهم مش بناتهم ضرب وبما أنه بعد التكامل الأس الكسري موجب يبقى الجذر بده ينحط فوق وكالعادة الداخل على الخارج الداخل واحد في جداعي نحطه الخارج ثلاث طب بس فيه اختصار بدكم تضربوا عشرين في تلات ستين ستين على تنين تلاتين صح لو تختصروا عشرين على تنين فيها عشرة وعشرة في تلات فيها تلاتين تلاتين الجذر التكعيبي لخمسة زائد تنين إكس الكل زائد سي هذا الحل مش لهذا السؤال هذا الحل للسؤال اللي قبله هلأ أنا شو بدي إياكم تعملوا توقفوا لي الفيديو تحلوا هذا السؤال وترجعوا تتأكدوا من حلكم وإن شاء الله بيكون صح مبدئيا خليني أمحي هذا الكلام اللي هون وأعود أجهز بدنا نجهز طيب أثناء عملية التجهيز تبقى إشارة التكامل ويبقى دي الأكس تمانية هي تمانية قوس واحد زائد تنين أكس ومع إنه فيش قوس يا جمعة الخير بس أنا اعتبرت لأنه ما بيصير أنا أرفع على الأكس لحال وخلي الكنين والواحد يستنوا لا أنا اعتبرت إنه في قوس أس واحد طبعا اللي ملوش أس أس واحد ولي ملوش رتبرت بتو اتنين مع الرفع بيصير سالب واحد على تنين لو إنه الجذر فوق من الأصل كان ما حطيت سالب يلا نكامل يلا تمانية واحد زائد تنين تنين إكس بثبت المقام وبجمع له وبسطه تنين زائد سالب واحد واحد الكل على واحد على تنين وين لي جديد وين لي جديد معامل إكس بدنا نحطه في المقام ويساوي طالب خطر عباله يختصر التنين هاي مع التنين هاي صح وبتضل تمانية أصلا أسهل طالب نسي قال لك عمي أنا نسيت عادي يا سيدي هاي التمانية وهي اللي اتنين وإقلب لي الواحد على اتنين شو بيصير فوق تنين وتحت واحد اللي فيش بناتهم وش بناتهم ضر وبما إنه الأسموجة بيبقى الجذر فوق واحد زائد تنين إكس والكل زائد سي الآن شلوا لي التنين مع التنين تمانية تقسيم واحد تمانية يبقى تمانية جذر الواحد زائد تنين إكس وإذا طالب يا جمعة الخير من هون لمح إنه هاي الاتنين مع هاي الاتنين بتروح أحسن وأحسن طالب ما لمحش اختصر تمانية على اتنين فيها أربعة وقلب الواحد على اتنين إجت الاتنين هون ضلت تمانية هي هي إذن شو حكينا اليوم؟ حكينا في حصة اليوم عن الاقتران الخطي اللي مرفوع لأس وبغض النظر عن هذا الأس هون اقتران خطي بغض النظر عن هذا الأس اللي هون أن هذا الأس أن قد يكون عدد صحيح موجب قد يكون سالب قد يكون كسر وقد يكون الحالة الشادة كلياتهم بكاملهم تكامل عادي وتحت في المقام شو بدنا نحط؟ بدنا نحط معامل اكس طبعا هادي قصة معامل اكس راح تكون مش مثل القوس الخطي المرفوع للأس يعني في الملاحظة اللي بدنا ناخدها الحصة الجاي راح تلاقي قصة القوس الخطي موجودة في الاي موجودة في الكوساين موجودة في الساين بس إحنا اللي هناك الحصة مو هاي الحصة الفاتت كنا ناخد الـ شو يكن في ايها اكس هاف هالمرة اي ومعاها اشي خطي الحصة الفاتت كان اكس هاف هالمرة اللي هي الحصة الجاي الخصلت تخطي! الحصة الفاتت كانت ساين جواتها اكس حاف هالمرة reco�를 اسnek الساين جواتها إيش خطي داخل الحصة الجاي بدنا نوقف حصتنا اليوم لحد هنا الحصة الجاي بدنا ناخذ ملاحظة في غاية الأهمية هيك المفروض أي Book التي بدنا نقذ فيها الحصة الجاي لن نلقاء الحصة الجاي بدنا نوقف حصتنا لحد هنا الله يعطي ويأخذ والمعافية يا رب إي نجحكم وديروا بالكم قبل ما أنهي الحصة ديروا بالكم النجاح بجيش بسهولة بس بجيش بصعوبة بيجي إيش بالدراسة بالاستمرارية يا جماعة في كلمة دائماً بحكيها على التأسيس أهم من المال ضحفظناها هذه الكلمة الاستمرارية سبب النجاح تستمر يمكن أول مرة واحد بوبركض بو بمشي إلى آخر هي بتعثر بقع على الأرض برجع يقوم برجع يمشي برجع ما بحبش الأمثلة تبع تلم فلسف ما بجيش تجيش معاي بس أنا بحكي لكم النجاح مش بسهولة ومش بصعوبة بالاستمرارية قد تواجه دروس سهلة تمشي فيها صعبة بدك تعيدها أكتر من مرة أفكار معينة في الدروس معينة لكن في الآخر طول ما أنتم مستمرين ربنا ما بضيع جهد البني آدم فبالتالي راح يبارك لك في عملك وفي علمك وفي وقتك وفي شغلك وفي دراستك في كل صغيرة وكبيرة منهم لحد ما الله يعقده ودعته آه يسعى يا عبديونة بسعى معاك مش والله ينام عودانك وبتنجح لا فإنتوا بدكم تضلكم تستمروا في دراستكم مرة ومرتين وثلاثة يمكن أول مرة ما توضبطوا تاني مرة تالت مرة رابع مرة لكن في الآخر راح توصلوا من سار على الدربي وصل ومن جده وجد الله يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة